الرابع والعشرون من ديسمبر الفين وسبعة عشر ملحمة بطولية سطرها ابناء شبوى من مختلف مشاربهم القبلية وانتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية وشرائحهم الاجتماعية على صفحة الامجاد لمحافظة تشكل حاضرة نصف الحضارات اليمنية القديمة يوم يتذكره ابناء المحافظة بخالص الوفاء لدماء شهداء رووا تربة هذا الوطن الطهور بتضحياته من نبيلة في سبيل الكرامة والمجد والحرية تبعات الحرب الحوثية على المحافظة وتحالفات الشر التي استهدفت امن شبوى وهدر دماء ابنائها وترواتها ومواردها الوطنية الثمينة سرعان ما تحولت الى ذكريات بائسة امام ما تعيشه شبوى اليوم من نمو وازدهار الحملة الالكترونية بمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير بيحان من ميليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا تهدف بحسب البلاغ الصحفي للحملة الى الاحتفال بهذا الانتصار المحوري المجيد والاحتفاء بالتضحيات النبيلة التي صنعته تقدير اجتماعي ورسمي للدم الغالي الذي منحه الوطن اولئك الابطال الافذاذ وهي المحافظة تعيش ما قدمه الشهيد بالدم غرس التنمية والامن والاستقرار فشبوة اليوم ايقونة النهوض وحضارة التألق والسلام كان لتحرير مدينة بيحان ومناطق مديريتها دوره الكبير في دحر الميليشيات الحوثية من كافة الاراضي الشبوانية كما كان للقبائل موقف وطني يتخلد في صفحات التاريخ لدور القبيلة في المراحل التاريخية ومنعطفات النضال والتحول والمصير مؤشرات التنمية الحالية في شبوة المتجاوزة لكل جراحات الحرب والقافزة الى واجهة المحافظات اليمنية المحررة والصاعدة بقوة في ظل محافظها الرشيد محمد صالح بن عدو يجعل من الاحتفاء بيوم التحرير بيحان يوما وطنيا يجب على كل يمني وطني الاحتفاء به ولو بوردة على ضريح الشهيد اشتركوا في القناة